ماذا رفعت أكثر من محتوى على القناة ديالي؟ ماذا في خطورة للقناة؟ ماذا ممنوع على منصة اليوتيوب؟ ماذا مفيد للقناة؟ ماذا مدير للقناة؟ هذه الأسئلة كانت من الأصدقاء سنجاوبوا اليوم في هذا الفيديو إذا كنت مازال مدر تشترك في القناة كنت من أن تشارك القناة واتدرنا لايك للفيديو السلام عليكم أصدقائي الأعزاء الأوفية متابهي قناة خانوتيب محبوكم معنا فيديو جديد أتمنى أن تكونوا كمين بخير وعلى خير وبصحة جيدة إجابة لجميع الأسئلة التي اطرحنا في بداية الفيديو وهو تنويع المحتوى على القناة أولاً وشو ممنوع على اليوتيوب أو لا مسموع به أي شخص سواء يفتح القناة أو لا عنده قناة قديمة يعني كي يريد أن يدير تنويع المحتوى وكينه قنوات التي يديروا محتوى متنوع يعني في شتاء المجالات وش هاد تنويع المحتوى يمنعه اليوتيوب الإجابة لا يعني مسموع لك أنك تدير أي محتوى على القناة ديلك كيف مكن المحتوى بشرط أن يكون المحتوى محتوى حصري يعني محتوى أنت الذي قمت بإنشائه محتوى خاص بك كيف يضر القناة إذا غيرت محتوى القناة أو لا نزلت محتوى متنوع فعلا يضر القناة بشكل كبير وعن تجربة شخصية والناس المتابعين القناة ديلي من قديم سأعطيكم ميتان عن القناة ديلي كيف يمكنكم deren قناة ديلي هذه أنا غيرت المحتوى من المحتوى إلى المحتوى باقي غيرت محتوى محترو على الناس التي يديرون التنويع في المحتوى في البداية القناة ديلي أقرأتها على أساس لأني أدير فيلوغات كانت القناة ديلي اسم ديلي خالدو� وكانوا يعجبوني الفلوغات وهذا هو الهدف لذي أريد Gastانات على الهدف أن ادير قناة تعليمية ولكن كنت أنني أريد فعل دير فيلوغات وكانوا يعجبني الجوالات في المدن وبشيط في المرحلة تقريبا لمدة سنة ولكن منجحت في الفلوغات يعني مشاهدات متوسطة أحيانا جيدة أحيانا متوسطة أحيانا ضعيفة احتاج مع تقريبا 4000 مشترك هذا هو الحد اللي وصلت له جاتني فكرة أنني نغير المحتوى نغيرك المحتوى من الفلوغات إلى التعليم شنو قعد في هاد المرحلة يعني جميع المتابعين اللي كانوا كتابوا القناة على أساس الفلوغات والجوالات نبدأ تكارفع محتوى تعليمي بدأوا ذلك اللي زابوني كيبشيولي يعني كل مرة كارفع فيديو تعليمي بدل ما كيزيدلي المتابعين كي نقصلي المتابعين والمشاهدات نقصت أكتر من العدد الأول يعني كان في الأول فيديو كيجيبلي 300-400-500 الفيديوات كينا اللي وصلوا لي 10-20-000 ولكن مع مدة طويلة ولكن منيبدأ تكارفع المحتوى التعليمي الفيديو بدأ كيجيبلي 100-200 مشاهدة ما كيفوتهاش بالإضافة كانوا عندي 4000 مشارك بدأوا كي نقصولي اللي زابوني حتى رجعوا لي حتى الألفين ومع ذلك مفشلتش وجاتني الفكرة بأن دوك الناس اللي متابعيني يعني ما عندهمش الغارات بالمحتوى التعليمي هنا مني كنجي أنا ندير قناة أو لكن أغير من المحتوى المحتوى كنطيح في هذا المشكل ولكن خصني تصرف بعقلانيا في هذا اللحظة يعني بشاولي اللي زابوني ولكن صبرت وكابرت كننزل فيديوهات حتى بدأوا كيدخلوا عندي الناس اللي مهتمين بالمحتوى التعليمي وفي الأخير فقدت دوك ربعلاف مشارك اللي كانوا عندي داخلين على القناة جالي على أساس الفلوغات ما بقاوش عندي في القناة نهائيا إلى حد الساعة يعني تقريبا دوك المشارك اللي جمعت خلال سنة بشاولي كاملين هنا فيك تكون خطورة ديال يعني تغيير من المحتوى إلى المحتوى بالإضافة كيمكنت لكم القناوات اللي كيدلوا التنويع في المحتوى مثلا واحد النهار نزلتي فيديو ألعاب واحد النهار نزلتي فيديو تعليمي مثلا على شي برنامج واحد النهار نزلتي جولة في شي مدينة أنا مثلا كمتابع لي اليوتيوب أو لمتابع لي قناتك طلع لي الفيديو ديال الألعاب ديالك درت لك أبوني على أساس أن القناة ديالك تدير الألعاب متابع آخر تفرج في الفيديو ديالك على أساس الجوالات ومتابع آخر تفرج لك في الفيديو ودار لك اشتراك على أساس الفيديو الذي شرحت فيه بعض البرامج مثلا مرة أخرى إلى الحتي فيديو مثلا على شي برنامج هدو كل الناس اللي داروك أبوني على أساس الجوالات على أساس الألعاب سوف يحاولون لزابوني ويعرفون بأن القناة ديالغ تتنوع في المحتوى يعني نادراً ما سيتهضر على هذا الموضوع لتعبونه في القناة ديالغ هنا تكون خطورة التنويع في المحتوى يعني نحاولوا أن نشدوا واحد المحتوى ونخدموا عليه ليس مشكلة أننا نخدموا على محتوى متنوية ولكن كطريقة استكشافية للمحتوى الذي سأستمر فيه مثلا في البداية نزلت الألعاب لا ننجحوا ليش نغير محتوى آخر وهكذا نقع نغير في المحتوى حتى نطيع في المحتوى اللي أنا سنجح فيه ليس مشكلة ولكن عندما ننشد واحد المحتوى سوف نحاول أنني نستمر فيه لأن أين فوق نغير المحتوى سوف نتفاجأ دائماً من أن نقلح الفيديو سوف نقلح المتابعين والعديد من الأصدقاء تدخلوا عندي الانستغرام تقولوا لي بأنهم دائماً سوف نقلح الفيديو يتفاجأوا بأن عدد كبير من المشتركين والمتابعين ينقصوا لهم من القناة يعني حتى تطلعوا الزعاف وما يبقاش يبغي سجلش فيديو ويلوحوا على القناة يقول مثلا أنا سوف نصور فيديو بدل ما يجيب لي المشتركين كي يحيد لي المشتركين ما كيف يفهمش المشكلة منين جاي وكيدين مناقص ما يبقاش قاعد يبغي لوح الفيديو وهذا الأمر كما كتلكم ترى معايا شخصياً لذلك أصدقاء النصيحة اللي أنا خرجوا بها من هذا الفيديو حاولوا في البداية من يكونوا عندك بقي متابعين قلال حاولوا أنكم تجربوا في المحتوى حيث صعيب باش تلقى المحتوى اللي غادي تستمر فيه وللقيتي واحد المحتوى اللي غادي تستمر فيه كذلك هناك صعوبة أخرى وهي الأفكار يعني مني كي يكون عندك واحد المحتوى كي تكون صعيبة أنك باش تستمر في ذاك المحتوى لمدة طويلة لأن الأفكار كي ما كان قلوك يتقادى ودائماً يجب أفكار جديدة مثلاً المحتوى التعليمي راه صعيب باش تجيب له أفكار اللي تستمر بها خصوصاً للإنسان اللي كي نزل فيديوات بكثرة راه صعيب باش باش أنك كل فيديو تعطي فكرة جديدة هنا فيك تصعب تخصيص المحتوى يعني كيكون عندك محتوى خاص ولكن تنويع في المحتوى جيد جداً كيكون عندك أفكار كثيرة كل مرة يمكنك تحضر على الموضوع ولكن نقص في المشتركين ونقص في المشاهدات أحياناً فيديو يطلع لك وأحياناً فيديو ما يطلع لك لذلك حاولوا أنكم تعرفوا المحتوى اللي غادي تخدموا معكم استمروا فيه من البداية إلى النهاية مهم ليقتي أول مرة كتشاهد القناة ووصلتي معنا تلات اللحظة من الفيديو كشكرك بزاف وكملتي معنا الفيديو كملها وديرنا لايك للفيديو ولكن ما زال ما تشتركتش في القناة اشترك في القناة وانضم إلى الإخوة اللي كتابعونا في القناة قناة خالدوتيب اللي بغايت توصل معنا لأي مشكلة الانستغرام في شاشة الفيديو واللي بغايت موضوع انطرحوا في القناة في المستقبل اكتبونا في التعليق او لايطرح لنا السؤال في الانستغرام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة